ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وأعظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة الامام علي عليه السلام وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام فأهلا ومرحبا بكم وأعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر في هذه الذكرى الأليمة بعد أن استشهد الامام سلام الله عليه وقبل شهادته أوصى أولاده الامام الحسن والامام الحسين عليهم السلام بأن يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه في النجف الأشرف ومن ثم يخفو قبره شيخنا بلي ليش يغسل بأن يخفو قبره أحسنت أوصى الامام بأن يخفى قبره لأن أحقاد الدولة الأموية ما زالت في صدور بني أمية يعني حتى لو علموا بقبر الإمام كان هناك ينتهكون حرمة الإمام ويرحون وينبشون القبر كما فعلوا بزيد ابن علي عليه السلام فهؤلاء كانت في قلوبهم هذه الأحقاد إلى أن سقطت الدولة الأموية لعنة الله عليهم كان خلال هذه المدة يسبون الإمام علي لمدة سبعين عام وكان معاوية لعنة الله عليه أمر بأن يقتل كل من يروي فضيلة من فضائل الإمام علي عليه السلام يقتل أو يسجن وأمر أيضا بأن تنسب الفضائل التي كانت للإمام علي عليه السلام لغيره لمن لا يستحقها فكان سبب أمر الإمام بإخفاء القبر هو علم الإمام بأن هؤلاء اللعناء سينتهكون حرمة القبر الشريف فلذلك أمرهم الإمام بأن يخفوا قبره الشريف واستمر خفاء القبر إلى زمان سقوط الدولة الأموية وبدء الدولة العباسية لعنة الله عليهم أجمعين فكان قبر الإمام سلام الله عليه مخفى عن عامة الناس ولا يزوره إلا خواص أصحابه والأئمة سلام الله عليهم إلى زمان الإمام الباطر عليه السلام والإمام الصادق ثم بعد ذلك الإمام الصادق بدأ يعلن بظهور قبر الإمام سلام الله عليه وبدأ بإعلام خواص أصحابه ثم خواص الأصحاب أعلنوا بمكان القبر الشريف فكان خفاء القبر من شهادة الإمام سلام الله عليه شخص الأصحاب أخفي القبر إلى سقوط الدولة الأموية وبدء أو بداية الدولة العباسية لعنة الله عليهم أجمعين فما يقارب المئة عام أو مئة أو خمسين عام أخفي هذا القبر الشريف لأجل أن لا تنتهك هذه الحرمة ولأجل أن يحفظ مكان الإمام بعيدا عن الأعداء وبعيدا عن هؤلاء الأنجاز فكان الإمام الصادق عليه السلام محافظ على حرمة القبر ولم يعلم أحد إلا خواص أصحابه ومن ثم بدأت خواص الأصحاب بأمر من الإمام الصادق بإعلان القبر لعامة الناس وبدأت الزيارة إلى الإمام عليه السلام وأما تحديد مكان القبر فكان من قبل الله سبحانه وتعالى حيث أن نوحا عليه السلام جاء بالألواح معه في السفينة وجعلها في النجف الأشرف وبعد أن أوصل إمام ونقل الإمام الحسن والحسين الجثمان الطاهر إلى النجف الأشرف وجدوا فيها مكتوب هذا ما ادخره نوح إلى الإمام سلام الله عليه فأقرأ عليكم الرواية التفت الإمام إلى الحسن والحسين يعني الإمام عليه السلام وقال غسلاني وكفناني وحملاني على سريض وحملا مؤخرة السرير تكفيان المقدمة يعني كان الإمام سلام الله عليه الإمامان يحملان مؤخرة الجنازة والملائكة تحمل المقدمة يعني كانت الملائكة تشارك في تشييع الإمام سلام الله عليه فإنكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود يعني راح توصلون إلى مكان محفور أعده النبي نوح سلام الله عليه بأمر من الله سبحانه وتعالى شنو علاقة النبي نوح بن أمام علي موك فرقه عند الزمان أحسنت العلاقة كانت من قبل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أخبره بأن وصي النبي صلى الله عليه وآله سيقتل في كذا يوم وفي كذا مكان فأمره بأن يأخذ الألواح ويجعلها في النجف ويكتب عليها هذا ما ادخره نوح إلى الإمام علي عليه السلام نكمل الرواية إلى أن وصلا سلام الله عليهم إلى قبر محفور ولحد مشكوق وساجه منقور مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح النبي عليه السلام للعبد الطاهر المطهر فهذه الرواية تدل على أن الأول من حفر القبر وأول من أسس قبر الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف هو النبي نوح عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى ودفن في هذه البقعة المطهرة التي فيها ما يقارب أربع أنبياء هود سلام الله عليه ونوح سلام الله عليه وصالح وآدم هود وصالح قبرهم بواد السلام يعني موجودين بقرب الإمام ونوح وآدم بجوار الإمام علي عليه السلام يعني يكونون قريبين بنفس الضريح ما الإمام سلام الله عليه شيخنا بلئ ما هي العلاقة بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأنبياء عليه السلام أحسنت يسأل أخوكم أحمد يقول ما هي هذه العلاقة التي تكون بين الإمام علي عليه السلام وبين الأنبياء الذين دفن الإمام بجوارهم النبي نوح والنبي آدم والنبي هود والنبي صالح سلام الله عليهم وهذه العلاقة أما العلاقة بين النبي آدم والإمام علي عليه السلام أن النبي آدم خليفة الله كما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة والإمام علي عليه السلام خليفة رسول الله يعني أيضا خليفة لله سبحانه وتعالى كما قال النبي إنك خليفة وأنت خليفة وأما العلاقة بين النبي نوح عليه السلام وبين الإمام علي عليه السلام أو وجه المشابه بينهما أن النبي نوح سلام الله عليه صبر على قومه ما يقارب 950 سنة يدعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان فلم يؤمنوا حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأيضا أن الإمام علي عليه السلام صبر على ما سلب منه من الخلافة ما اغتصبه يعني هؤلاء وانتهك من حرمته حينما تعدوا على بيته الشريف فكان الإمام أيضا صابر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فإذن الصبر هو الوجه المشابه بين النبي نوح سلام الله عليه وبين الإمام علي عليه السلام وأما العلاقة بين النبي صالح سلام الله عليه وبين الإمام علي عليه السلام أن النبي قتله أشقى الأولين يعني أشقى من وجد على وجه الأرض في زمان النبي صالح عليه السلام والإمام علي عليه السلام قتله أشقى الأخرين كما ورد يعني أن الإمام أن وجه المشابه بين النبي صالح سلام الله عليه والإمام علي عليه السلام هو أن كلاهما قتلهما أشقى الأولين والإمام علي عليه السلام قتله أشقى الأخرين الذي هو ابن ملجم لعنة الله عليه وأما العلاقة بين النبي هود سلام الله عليه وسلامه والإمام علي عليه السلام أن قوم النبي هود لو أطاعوه لأكلوا من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم كما نصت عليه الآية الشريفة وأما الإمام علي عليه السلام أيضا لو أطاعه قومه واتبعوه لأكلوا من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم كما قالت السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام لو أطاعوه لأكلوا من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم إذن هذه هي أوجه المشابهة بين الإمام علي عليه السلام وبين الأنبياء الذين دفنوا في النجف الأشرف سلام الله عليهم أجمعين فإن شاء الله تكونوا واستفادتم وإن شاء الله تكونوا أيضا من أنصار الإمام وأعوانه بإذن الله سبحانه وتعالى إذن أعزاء المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل شهر الصيام وقيام يا رمضان